السلام عليكم ورحمة الله بعض الناس يوصي غيره فيقول عليك أن تثق بنفسه وسئل سماحة الشيخ محمد بن براهيم مفتد ديار السعودية رحمه الله عن قول من قال تجب الثقة بالنفس فأجاب عليه رحمة الله لا تجب ولا تجوز الثقة بالنفس لما في الحديث ولا تكني إلى نفسي طرفة عين وجاء في حديث آخر رواه أحمد وأشهد أنك إن تكني إلى نفسي تكني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة وإني لا أثق إلا برحمتك فعلى الإخوة المستمعين أن يحرصوا على تخير الألفاظ المناسبة وأن يجعل ثقته بالله عز وجل ثم بنفسه نسأل الله للجميع التوفيق صلى الله وسلم على محمد